يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية حيث يلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة تتناول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب كما قالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان رسمي ملفات هامة جدا أولا ملف الاهرهاب طايل كل الدول السؤال العربية أو الدول الأجنبية ده ملف من أهم الملفات ومع الإعلان الرسمي عن الزيارة توالت ردود الفعل المرحبة بها وبأهميتها حيث وصفها السفير السعودي بالقاهرة بالزيارة الميمونة واحتفى بها برلمانيون وسياسيون وإعلاميون مصريون مؤكدين على عمق العلاقات بين مصر والمملكة لا وطن عربي بدون السعودية ومصر والشعب السعودي والشعب المصري يثق في قياداته ومهما حاول الكثير إعاقة العلاقات والتآخي والتكامل الاقتصادي لن يفلح أحد لأن الشعب المصري والشعب السعودي شعب واحد نحن ندعم هذه العلاقات المتميزة بين البلدين لأن العالم العربي يحتاج المملكة العربية السعودية ويحتاج مصر بظل هذه الظروف الصعبة التي يعيش فيها العالم العربي والعلاقات الحمد لله وأكد لك أنها علاقات متميزة هناك تنسيق، هناك تعاون، هناك زيارات متبادلة وذكر بيان رئاسة الجمهورية المصرية أن زيارة السيسي تأتي استجابة لدعوة من أخي خادم الحرمين الشريفين وذلك في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات المتميزة بينهما والتباحث بشأن التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية زيارة همة للرئيس السيسي إلى الرياض تتناول ملفات عربية وسنائية محورية وتؤكد على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين أصام عبد المقصود، الإخبارية، القاهرة